افدت وسائل اعلام بان زيارة ولي العهد الصعودي الامير محمد بن سلمان الاخير لتركيا جعلت الخلافات التجارية الناجم عن التوترات بين السعودية وتركيا تقترب من النهاية وذكر موقع اي 24 نقلا عن وسائل اعلامية تركيا انه اعتبارا من امس الجمعة تقرر دخول البضائع التركية الى السعودية دون انتظار في الجمارك وذلك بعد مقطعة غير معلنة في الربع الاخير من العام الماضي وضعف انه سيتم اصدار تأشيرات التجارية على الفور فيما ستختفي مشكلة عدم قبول الشركات التركية في المناقصات على الاراضي السعودية وكشف ان السعودية قدمت عروضا للجانب التركية منها الذهاب لاستثمارات مشتركة في دولة ثالثة واستمحوا للشركات التركية بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية بقيمة ثلاثة فاصل ثلاثة تريليونات دولار واشر الى انه من المتوقع ان يتجاوز حجم التجارة الذي الخفض بسبب الخلافات السياسية بين البلدين الى عشرة مليارات دولار في العام المقبل وهو رقم كبير جدا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتفق مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال زيارته الاخيرة لتركيا بدأ مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين فيما قالت صحيفة الاندبندنت وصلتت الضوء على اعادة تطبيع العلاقات التركية السعودية والتي كللت اخيرا بزيارة ولي العهد لتركيا ورأت الصحيفة في تقريرها ان زيارة بن سلمان الاخيرة الى تركيا تبشر بواقع جديد لعموم منطقة الشرق الوسط في وقت يبحث فيه زعماء الدولتين عن فرص جديدة لتعزيز قوة بلادهم وذكر موقع الشؤون الدولية في الصحيفة بروزو دراجي ان البلدين عاد الى مصاري الشركة بعد قطيعة واتهامات وحصار استمرت لست سنوات وحصوصا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقج ورأى الكاتب ان زيارة بن سلمان تزمنت مع حركة دبلوماسية في المنطقة عموما مع توقيع اتفاقية اقتصادية مع تركيا فاقت قيمتها العشر مليارات دولار وهو ما سيؤدي لبروز تغييرات جديدة في المنطقة وفي سياق متصل ذكر الصحفي التركي جمال دمير ان المملكة قدمت لتركيا مساعدات مالية قيمتها اكثر من 463 مليون دولار موزعة على 37 مشروعا لقطاعات التعليم والطاقة والصحة والتخزين والنقل والاصلاح البيئي والمياح ومن العروض التي قدمتها المملكة لتركيا استثمارات مشتركة في بلد ثالثة ومشاركة الشركات التركية في مشاريع البنى التحتية في السعودية واقامة معرض تركي في المملكة فلا بد من وقفة عربية قوية وحازمة امام كل الاعتداءات الايرانية المتكررة على الدول العربية بما فيها العراق والامارات والسعودية واليمن وسوريا وكل الدول العربية والتي تعاني من التدخلات الايرانية او تعاني من هجمات الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة الايرانية هنا صرح العهل الاردني الملك عبدالله الثاني لقناة سي ان بي سي عن المفاجأة الكبرى عن دعم المملكة تشكيل تحالف عسكري في الشرق الاوسط مشابه لحلف شمال الاطلسية ويمكن ان يتم ذلك مع الدول التي لها نفس التفكير كما افاد العهل الاردنية بانه جار تشكيل جبهة من مجموعات عربية هدفها حماية المنطقة الحدث عاجل عمان العهل الاردني لسي ان بي سي سنكون من اوائل الدول التي تدعم تشكيل نيتو خاص بالشرق الاوسط وجار تشكيل جبهة من مجموعات عربية هدفها حماية المنطقة لأول مرة يتم الاعلان من حاكم عربية عن تشكيل جبهة مشتركة موحدة من مجموعة من الدول العربية حصوصا الدول الشرق الاوسطية والتي تعاني من الهجمات الايرانية من تحالف عسكري يواجه التحديات والتهديدات بشكل موحدة والكثير من المتابعين العسكريين يرون ان الناتو الشرق اوسطي اصبح ضرورة كبرى سواء شركت فيه اسرائيل او دول اخرى فالاهم عندهم هو سلامة الاوطان وسلامة الشعوب من الغوغاء الايرانية